مرحبا حبايب أصحاب برج الجدي شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجدي العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الجانب الصحي الجانب العائلي الجانب العملي الجانب العاطفي قراءة للمنفصلين المطلقين والعزاب وأيضا المرتبطين في علاقة وخلونا نبلش هسه نقرأ التوقعات أشوف أنه راح أبلش بطاقتك الحالية يا برج الجدي برج الجدي إذا أشوف أنه أنت ممكن البعض منكم بهاي الفترة يكون كان مر بعلاقة ثلاثية أو هو حاليا بعلاقة ثلاثية وما قاعد يقدر يطلع من عندها أو ممكن يكون أكو طرف ثالث بينك وبين الشريك هاي على صعيد العاطفي أشوف أنه أنت متمسك بشخص بصورة كبيرة جدا وإذا تحاول أنه تحافظ عليه أو حتى تحافظ على العلاقة اللي بيناتكم من التدخلات الخارجية وممكن يكون أكو شخص واقف بينك وبين الشريك وممكن يكون معارض من أهلك أو حتى من أهل الشريك اللي أنت تتعامل وياه هذا شخص أشوفه موقف العلاقة اللي بيناتكم مقطوعة ممكن تكون أنت بالفترة الحالية مقطوعة علاقتك بالحبيب بسبب موضوع علاقة ثلاثية أو حتى وجود طرف ثالث معارض بينكم بالعلاقة لأنه أشوف أنه أكو أمر فجأة صاير وياك أو راح يصير وياك ببداية السنة ممكن يكون يخص علاقة بالنسبة للمرتبطين أو حتى المتزوجين أما بالنسبة على الصعيد العامل بعض منكم ممكن أنه يكون بالفترة الحالية داخل بشراكة بالعمل لأنه إذا أشوف أيضا عندك تقدم بس قاعد تتقدم بحذر بالعمل ممكن البعض منكم يكون داخل بعمل جديد أو شراكة بالعمل وقاعد يتقدم بهاي الشراكة خطوة خطوة عنده نوع من الحذر من المخاوف أنه هو يخسر بيها أو ممكن يكون حتى داخل عمل جديد ولكن أكو شخص دي يأثر عليك بهذا العمل اللي أنت دخلته ممكن يكون شريك وهذا الشريك أنت ما مرتاح لعندك شكوك اتجاه أو حتى ممكن يكون شريك عاطفي شخص أنت قاعد تتعامله وعندك نوع من الشكوك والأوهام اتجاه موجودة ممكن تكون عند هذا الشخص خاصة إذا كان من برج الحود فهاي الطاقة العامة بالنسبة لكم للبعض البعض الثاني أشوف أنه أنت مركز على العمل بالفترة الحالية والبعض منكم منتظر شخص يصير بينك وبينك كلام أو حتى موضوع رجوع أشوف الأكثرية من عدكم قاعد تنتظرون رجوع تنتظرون بداية جديدة ويا شخص أو حتى تعويض رباني البعض من عدكم الثاني قاعد أشوف أنه بهاي الفترة مركز تركيز عالي سواء كان على العمل أو حتى إذا تشن الطالب ممكن تركيزك يكون على القراءة يعني بالفترة الحالية وضعك الدراسي أشوف أنه مهتم بوضعك الدراسي وقاعد تحاول أنه توصل أو تحقق نجاح بوضعك الدراسي أو حتى العملي أشوفك مشغولة هواية بالعمل وعندك نوع من عدم الاهتمام بالفترة الحالية تحاول أكو شخص بحياتك متبين لا اهتمامك به مثل ما نقول لابس وجه خشب عليه رغم أنه أنت مراقبة من بعيد ومتمسك به ولكن متريد تتقرب منه وتصرح بمشاعرك ممكن يكون أنت متخد موقف اتجاه هذا الشخص بسبب موضوع صاير بينكم بالماضي عموما هاي طاقتك العامة بالفترة الحالية برج الجدي أشوف أنه أنت الطاقة العامة للسنة أو حتى ممكن هذا الشي صاير أشوف أنه أنت بالفترة السابقة مريت بمرحلة انفصال المؤلم الانفصال اللي صار بينك وبين هذا الشريك أو حتى راح يصير ما أشوف أنه أنت سبب منه ممكن أكو طرف ثالث دخل بينكم وهو خلى هاي العلاقة اللي بيناتكم تنهد وتنتهي ممكن يكون طرف من العائلة لأنه أشوف أنت حتى أوضعك على الصعيد العائلي أكو أشخاص منافقين موجودين وياك بالعائلة ممكن ناس قاعدة تغشك أو تخدعك بصورة ما موجودة هي من العائلة موجودة يعني شخص من عائلتك نفسه شخص ممكن يكون مقرب إليك أو حتى ممكن يكون شريك أشوف أنه أنت مريت بمرحلة مؤلمة مريت بصدمة مثل ما نقول أنت ممكن تكون بسابق مرة بصدمة أو حتى بداية السنوية بدأت بصدمة هذا الشيء مسبب لك متاعب هواية أشوفه أشوف عندك نوع من الإنعزال بالفترة الحالية صاير أنت منعزل عن الناس تحاول تقيم التجارب تحاول تبحث أكو موضوع أنت قاعد تحاول مرة واثنين واثلاثة وأربعة بما عندك يأس منتشنت بالماضي ممكن هذا الموضوع يكون قلت لكم بخصوص شيخص اللي أنت مرتبط به ممكن يكون أكو أطراف خارجية تدخل بعلاقتكم وهي قاعد سبب المشاكل أو حتى هي اللي سببت انفصال للبعض الثاني أشوف ممكن يكون مار حتى بانفصال يعني طلاق للبعض الثاني ممكن أيضا يكون مريت بحالة وفاة بالسابق وهي الحالة ما للوفاة أو الموضوع للأزمة اللي صارت الصدمة اللي عانيت من عدها ظلت مأثرة عليك وهو بعد هذا الحدث الأمور كلها راح تنقلب وراح تصير صالحك أمورك كلها راح تتحسن وشوف قلت لك عندك نوع من بالفترة الحالية يعني انعزال طاقة الانسحاب أنت منسحب مبتعد عن الناس تحاول تقيم حياتك تقيم التجارب اللي مريت بيها بالسابق تريد تستفاد من الأخطاء اللي أنت مريت بيها ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج العدراء أو حتى برج العقرب وهذا الشخص ينطبق عليه سيناريو اللي قلته سيناريو الانفصال الصادم اللي صار إليك أو حتى الحدث المفاجئ البعض منكم ممكن يكون مر بخسارة مالية خسارة عاطفية أو حتى خسارة إنسان من العائلة مقرب منك ممكن يكون شخص كبير من السن مات وأنت أثر عليك وفاة هذا الشخص بصورة كبيرة أشوف أهم الأحداث اللي راح تصاروا ياك أكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق أشوفه راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها من بعد ما كانت أمورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي أشوفه أنه أكو راح تبلش ممكن تبدأ تفكر بمشروع أو تخطط بمشروع أو حتى إذا كنت بخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي تحقق هذا المشروع أو هاي الخطوة ولكن أشوفك متباطئ بتحقيقها لأنه ممكن تكون منتظر مساعدة من الشخص أو حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك ياها بالأول أشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل أنت ما قاعد تستعجل أنت أساسا طاقتك ترابية فتتقدم البطئ أشوف أنه أنت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية ده تحاول تقيمه من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فأنت تفكر هوايا قبل ما تخطي خطوة إلى الأمام أشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطئ ولكن أنت قاعد تتقدم من الحلم اللي أنت تريده أو حتى تحقيق هذا المشروع أو العمل قاعد تتقدم إلى ولكن التقدم راح يكون ببطئ الأمور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي أشوف عندك مصاريف هوايا مسؤوليات هوايا راح تكون خاصة على صعيد العائلة ممكن تكون أنت عندك مسؤولية شايد مسؤولية بيت شايد مسؤولية أهل أو حتى أولاد البعض منكم متزوجوا عنده أولاد فأشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي أنت موجود به وده تحاول أنه تفكر بطريقة جديدة لكسب المال للأرباح تركيزك المادي كلش عالي راح يكون قلت لك لأن البعض منكم ممكن يكون مارق خسارة مالية بالسابق وهذه الخسارة أثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت أمورك فترة البعض من عدكم ممكن يكون يعني أنا هاي الورقتين من يطلعين عندي سوء ويا ورقة الشيطان البعض منكم ممكن يكون أكو عمل مأثر عليه وهو اللي يموقف أمورك العملية والمادية فاللي يحسون أو ممكن يكون أكو شخص يمسوي لكم عمل وأنتو عدكم علم بي أو حتى الشيك فاتأكدوا حصنوا نفسكم أرقوا نفسكم برقية شرعية أكو حسد عالي عليكم أشوفه أكو هوايا أحداث قاعدة صار بكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل صار لكم من أمرأة أشوف هاي الأمرأة عندها طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون أمرأة غريبة أيا كانت ولكن أشوف أنه تأثيرها كبير هاي الأمرأة بحياتكم وأموركم أغلب الأمور هنا طلعت لكم معلقة ويا هاي الورقة فأنتو بالتأكيد أكو عدكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة أو ممكن تكونون تعرضتوا إلى بنهاية السنة الفاتت فأشوف أنه لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استشفاء لأنه حتى وضعكم الصحي مدى أشوفه ذاكي الوضع الزيان يعني فأموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موذيك الأمور التمام شوية بيها تباطوا أموركم راح تبدأ تتباطئ شوية شوية بالأعمال بالعاطفة بكل شي عدكم تباطوا أكو أمور معلقة مقاعد تتيسار تحسوها ولكن النصف الثاني إن شاء الله تبدأ تتيسار الأمور تمشي شوية شوية بس أرجع أكرر لكم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا ده أشوفها البعض منكم هاي طبعا قراها عامة مو لكل البعض وطبعا البعض اللي إذا أقول عليهم هم يعرفون نفسهم يعني الناس اللي إذا أقول لاني ممكن يكون عندها سحر هي أكيد أما تعرف أنه هي عليها عمل أو حتى شاكة بشخص ممكن يكون مساوي لها عمل فأرقوا نفسكم حصنوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الأذكار دائما خليكم دائما أذكار مساء أذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها رقيات الشرعية ما للسحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة يحاولوا تكتمون أرزاقكم لتحشون الأرزاقكم للناس تكتمون أموركم أموركم الحلوة نفسكم حتى قضاء الحوائج هي قضاء الحوائج لازم تنقضي بالكتمان فاللي لازم تسويه أنه أنت تكتم لأنه حتى نقاط القوى اللي عندك هي أنه أنت تكتم مشاريعك أحلامك ممكن الإنسان حتى أحلامه ينحسد عليها تكتم أموالك تكتم على كل شي حلو موجود بحياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون أخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فأنت حاول أنه تكون كتموا بهاي السنة على أرزاقك على أحوالك العاطفية استقرارك العائلي أي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول أنه تكتمه بهاي السنة لأنه عندك طاقة حسد كل شعالية موجودة وأيضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من أقول طاقة عمل هم يعرفون أنهما ممكن يكونون متعرضين السحر فأرجع أكرر لكم حاولوا تحصنون نفسكم بالأذكار أو تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لأنه راح يعرق لكم هواي أمور خاصة لأمور المادية لكم هاي على الصعيد العملية قلت لكم أشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبدأ يبلش ببطء شوية لأنه أنت خطواتك بحذر متباطئ أشوفك على الصعيد العملي دا تمشي بحذر خطوة خطوة خايف من الخسارة خايف أنه تخطي خطوة غير محسوبة وتأدي إلى خسارة لأنه أنت البعض منكم already خسران متعرض الخسارة المالية بالسابق فهذا الشيء مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدم وبطء بمشروع وأشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي أنت قاعد تشتغل عليه ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك أو حتى بيسفر فأشوف الأسفار البعض من عدكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجدي السفر إن شاء الله بداية الشهر الثاني لناس اللي مقدمين على هجرة أو شيء وأمرهم كان معلق فأشوف شهر الثاني أكو وراح يجيكم خبرة عن موضوع سفر شار متأجل عليكم أو متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها البعض منكم هو متعرض السحر أو عمل أو حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشيء مأثر على أمورك كلها أشوف أنه ممكن تعانون من المشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل أكثر شيء بعض الناس من عدكم ده أشوف عدكم آلام بالظهر بالأقدام ده تصير عدكم بالمفاصل هذا الشيء محتاج منك وقفة محتاج منك أنه تستشير طبيب هواي ناس قاعد أشوف يعني مريتوا بأزمة صحية بسابق أو حتى حتمرون بأزمة صحية ولكن راح أتعدي إن شاء الله الأمور على خير وراح يصير عدكم شفاء ولكن محتاج من عدكم تركيز أكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم أشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالأكتف وبالظهر أكثر شيء هذا طالع يمي على الوضع الصحي فإذا كانت عدكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لأنه إذا ضليتوا تهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية إذا كانت تخص الظهر أنا قلت لكم أشوف أنه الأمور تعدى على خير ولكن محتاج منك تركيز لازم تهتم بأوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالع يمي طاقة هوائية هذا الشخص قاعد أشوفه ممكن يكون ينقل كلام بالبيت أو حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل هذا الشخص ممكن يكون ديغشك أو حتى البعض من عندكم ممكن يكون هاي طبعا القلة قليلة منكم البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك أموال أو سارق منك حاجة وانت بعدك الحد الآن ما مكتشف هذا الشي أشوف راح تكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من عنده أشد الحذر لأنه هذا الشخص أول شي ينقل كلام منك ويوديل غيرك وتسبب مشاكل بينك وبين الأطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي موقف أمورك أو حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشريك طبعا للبعض منكم ولي الكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فأشوف انه هذا الشخص ينقل من العائلة احذر من عنده أشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك أموال ممكن يسرق منك حتى أفكار ممكن يكون يسرق منك ياخذ منك كلام وهذا الكلام ينقل الغير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص أشوفه اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وأيضا عنده طاقة الأعمال بالخفاء يشتغل من وراء ظهرك يحاول يخرب عليك أمورك فأحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد أشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لأنه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة السيفنة في سورد بمعناها أوردي أكو شخص بالعائلة انت مخدوع بي هذا الشخص اللي انت مخدوع بي ممكن قلت لك احذر من عنده احذر على أموالك احذر على أغراضك أكيد أنت من راح أحتي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته منه هو موجود فأحذر من هذا الشخص بهاي السنة لأنه أشوف تأثيره راح يبقى وياك لحد شهر الثامن من هاي السنة هذا الشخص راح يبقى يأثر عليك وهو أي أمور ولكن هو ينكشف بالآخر أحلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي أشوف عندك أحباط مطبيع بهاي الفترة أنت عندك طموحات عندك أحلام هواية ولكن قلت لك أنت ما أخذ وقفة ما أعرف شنو هاي الوقفة اللي أنت ما أخذه ليش أنت هل قد متباطئ بالأمور المادية أو حتى بحياتك بصورة عامة أنت منعزل أساسا طاقتك طاقة هنا برج العدراء أيضا متباطئ فالبعض من عندكم تتوصلني طاقة أنه ممكن تكون الأمور العاطفية مأثرة عليك على شغلك على نفسيتك أشوفك محبط أشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالأمال والطموحات يعني معناها أنت بالفترة الحالية حتى أحلامك وطموحاتك كلها مأجلها ما قاعد تريد تحققها أنت متباطئ كل شي عندك طاقة تحباط شديدة تأخيرات هواية صايرة عندك ممكن أمور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج جدي أرجع وقل لكم أشوف أنه أكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة أو حتى طاقة حسد كل شيء حاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف أنه هي ممكن يكون عندها عمل فهاي طاقة ما للإحباط من تطلع بالأمال والتوقعات معناها أنت ما أخذ وقفه أنت موقف كل شيء بالفترة الحالية خاص أول 14 من السنة أشوفك راح أتوقف أمورك كلها أتوقف أحلامك أتوقف يعني حتى أوضاعك العاطفية أنت ما تريد تمشي تخطي خطوة إلى الأمام أنت باقي من توقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة أشوف أمورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيد القوة البعض منكم ممكن تكون عندها أحلام وطموحات يطلع العمل جديد ولكن هو باقي على المضمون لأن قلت لكم هنا عدكم تباطئ فأنتم متباطئين ما قاعد تمشيون تخطون خطوة جديدة أنتوا باقين على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت وإذا تحاول تشتغل عليها قاعد ترفضه ويعروض قاعد تجيك ممكن تكون من أشخاص أنت تعرفهم أعمال جديدة أو شراكات جديدة دا تحاول أكو أشخاص قاعد يجون دا يحاولون أنه ممكن يحققون شراكة وياك ولكن أنت قاعد أشوفك متباطئ ما قاعد تخطي خطوة للأمام قلت لك فحتى أحلامك وطموحاتك أنت بالفترة الحالية ناوي أنه تركز على الشيء الموجود بين إيدك خاص أول أربعة شهر من السنة لأنه عندك مخاوف وبعدها تبلش تبدأ البداية الجديدة أو تنطلق مثل ما نقول أنت حاليا دا أشوف وضعك طاقتك طاقت تباطئ بكل الأمور فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوفه مأثر على حياتك كلها بصورة عامل برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم ماررب انفصال هاي الورقة ويا هاي الورقة هي ورقة النهاية وهنا أيضا عندك ورقة ذورد هي ورقة النهاية فأنت ممكن البعض من عندكم يكون ناهي علاقة فعلا والنهاية العلاقة هاي ما كانت نهاية مرضية إلك هاي العلاقة ممكن أنت شنة تباني عليها هواي آمال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني أو تأسس يعني هي ورقة التور أصلا هي شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر فجأة جتي عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مو نتائج أعمالنا هاي تغييرات قدرية تكون ورقة الميجر أركانا فأكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا الشي قدر أنه البيت إذا شنت أنت مثلا متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة الطلاق البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيته هواي وحاولت هواي حتى تحافظ عليه بخاصة المززوجين هنا قاعد أشوف الناس المززوجين وهما يعني ممكن يكون بينهم زعل أو حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما أشوف انفصال رسمي بعض منكم بعدها العلاقة ما منتهي أكو بعض كلام بها ممكن يكون بسرط طرف ثالث مثل ما قلت لكم فأنت حاولت بكل مجهودك أنه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين تكمل هاي العلاقة شون تتحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة إليك هي قدرية أنت شون تباني عليها هواية أمال وأحلام فجأة دا شوف صار شي مشكلة أو حدث هد الأحلام اللي كانت عندك كلها فسقف التوقعات العالي اللي كان عندك كله إنهد لها سبب أنت عندك إحباطهم متعلقة أمورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي اللي مأثرة لأنه طلعت أيضا ورقة الشيطان بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يكون يعني من طرف شريك إليك أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة فالعلاقة هاي قلت لكم ممكن تكونوا يا شخص من برج ناري ممكن تكونوا يا شخص من برج الجدي مثلك أو حتى برج الحمل نا موجود يمني برج القوس برج الثور برج العذراء برج العقرب برج السرطان هاي الورقة أشوف هاني برج السرطان وأيضا برج الميزان فإذا كنت تتعاملوا يا أحد هذه الأبراج اللي موجودة أشوف قلت لك أنت عندك مخاوف أكو علاقة أنت من السابق تعرف أنه العلاقة هاي لازم تنتهي تشانت بس أنت كنت تحاولت تقاوم الانفصال أو إذا تشانت بعدها ما منتهي فأنت الحد الآن قاعدت تحاولت أخر موضوع الانفصال تعرف أنه الانفصال راح يصير ولكن أنت ما متقبل التغيير ما متقبل النهاية ويا هذا الشخص أشوف ممكن يكون هذا الشخص هو اللي ينهي العلاقة وياك وأنت بالفترة الحالية قاعدت تحاول ترجع هذا الشخص لحياتك أو حاولت ترجع هذا شخص لحياتك زيادة عن اللزوم ولكن هذا الشخص انطاك ظهري وراح ممكن يكون هذا الشخص حتى بلش بداية جديدة بعيدة عنك عندك ورقة النهاية أكو صفحة كانت ما مغلقة من الماضي يعني ممكن تكون منتهية ولكن ما مغلقة بشكل تام ممكن كان باقي بها تواصل أو حتى أمل أشوف هاي العلاقة اللي طيتكم المعالم مالتها كانت بينكم مصحية كانت متعبة كان بها طرف ثالث دائما يخرب عليكم بالعلاقة وحتى ممكن تكون اكتشفت موضوع شخص ثالث انت وهذا الشي اللي صدمك أو فاجأك هاي صدمة كبيرة تجاه الشخص وقررت انه تنهي العلاقة لأنه قاعدة شوف انه انت خلص قررت ما تنطي بعد فرصة ثانية لهاي العلاقة انت ناهي هاي العلاقة وبلش يصير عندك اكتمال انت يعني وصلت المرحلة النهائية خلص بعد هاي العلاقة لازم تنتهي وراح تنتهي وشوف انه راح تنتهي هاي العلاقة احتمال يدخل شخص بحياتك بصورة سريعة ويصير بينك وبينه تعلق بس نصيحتي لك يا برج الجدي اذا اكو شخص دخل بحياتك بسرعة بعد الانفصال اللي صار حاول انه تنطي فرصة نفسك انه تستشفي انت محتاج استشفاء بالفترة الحالية حاول تنسى الازمة اللي عديت بيها تتشافى من عدها تماما حتى لا تغلط وتاخذ قرار متسرع تدخل بعلاقة ويا شخص مو مناسب اليك المهم على الصعيد العاطفي اشوف عندك انتصارك وعندك وقفة اكو عندك انتصارة على شخص ظلمك هواية بالسابق هذا الشخص الشخص هذا اشوفه من النوع اللي كان قراراته مجحفة اللي يتخذها يتخذ قراراته على اساس العقل مو العاطفة ممكن يكون مكان يهتم مكان يهتم بك الاهتمام اللي انت تنطيه يا لانه اشوفه اكو اقرار عاطفية ممكن تكون عكسية طبعا هسا هواية يقولولي لا هذا برج الجدي هو الخاين وهو الهتي لانه هواية بالابراج يتكرر كلام على برج الجدي فالقراءة ممكن تكون عكسية يعني اذا شنت انت شريك برج الجدي قاعد تابع برج الشريكك يعني فالقراءة ممكن تنطبق عليك انت ما تنطبق على برج الجدي نفسه فهي قراءة عامة مستحيلة تكون يعني مضبوطة 100% لانه عامة هواية طاقات هسا الاف راح يشوفون هذا الفيديو ما معقوله انتو كلكم عاشين نفسي سينار وليد اقوله هي طاقة البعض من عدكم بس توصل فاشوف عندك انتصار على شخص من برج ناري هذا الشخص كان مجحف قلت لك بقراراته كان كلامه جارح راح تتخذ قرار انه تقطع هذا الشخص من حياتك نهائيا ممكن هذا الشخص كان مخيرك بين خيارين لازم تختار من عدهم فاشوف انه انت راح تختار انه تقطع هذا الشخص من حياتك تطلع نهائيا وعندك انتصار عندك تقدم اشوف راح تبلش تبدأ من جديد راح تبلش تبدأ خطوات الى الامام على الصعيد العاطفي عندك خطوة جديدة راح تتخذها عندك انتصار اكو حق اليك كان ضايع يمشخص هذا الحق اشوف راح يرجع اليك بالفترة الحالية ولكن احذر من شخص طاقة نارية موجودة بمحيطك بهاي الفترة ممكن يكون عنده نوع من التلاعب او الكذب فقيت لك اشوف عندك انتصار يعني انت راح تنتصر عليه هذا الشخص وممكن راح تكتشف تلاعبة بعد فترة بالنسبة للعزاب خلينا نتقل للعزاب العزاب من برج الجدي اشوف طلعلكم يعني من اشوف وضعكم في 2020 بالنسبة للعزاب راح تكون سنة الحب سنة الاستقرار سنة العاطفة اكو علاقة جديدة راح تدخل بحياتك هاي العلاقة راح تكون بها تدفق للعاطفة كبير جدا عندك استشفاء اذا شنت مار بازمة بسابق ممكن تنطبق عليك هاي يعني صار لك فترة طويلة من فصل وودا تفكر ببداية جديدة فاكو بداية جديدة ده اشوف كلها حب كلها سماح كلها يعني يصر عندك نوع من الغفران الذاتي راح تغفر للناس اللي مروا بحياتك بسابق وتبدأ بداية جديدة البعض منكم العزاب اشوف عدكم زواج حتى المطلقين صار لهم فترة كبيرة ما اشوف لكم رجوع بهاي الفترة وهي شخص اللي انتم انتظرينه بتأخيرات هواية وعدكم معارضات كبيرة ممكن يكونون بينكم اطراف بالعائلة هم اللي رافضين الرجوع للمطلقين فاشوف المطلقين عدكم فرصة جديدة عدكم فرصة زواج تقليدي زواج مرح يكون عن علاقة عن حبهاي بالنسبة للمطلقين يعني اشوف اكو زواج تقليدي وعلى الاغلب يكون من شخص من العائلة ممكن يكون هذا الشخص بينك وبينه اكو اختلافات اجتماعية او حتى اختلافات بالمكان ممكن اختلاف بالعادات بالتقاليد وهذا شخص اشوفه يكون اكثر شي من العائلة او عن طريق احد من العائلة راح يدخل بحياتك هذا الشخص وعدكم زواج المطلقي ما اشوف عدكم رجوع لبعض منكم يعني الاكثرية خاصة اللي تتعاملون ويا شخص من برج السرطان ما اشوف اكو رجوع لانه برج السرطان قاعد اشوف اكو معارضات بينك وبينه هواية وهذا شخص امره مو بيده اكو شخص يقوده هو يتحكم بالشريك يعني للمطلقين ده احتي ممكن يكون هذا الشخص كبير من العائلة هو اللي يموقف العلاء وموقف الرجوع بيناتكم وهذا شخص ما الى قرار اما العزاب اشوف قلت لكم البعض منكم ممكن يكون عنده زواج عنده بدايات جديدة اكو بداية حب جديد راح يدخل بحياتك وراح يغير لك حياتك راح يكون مثل التعويض هذا شخص راح يحرك المشاعر اللي بداخلك ونفس الوقت راح يتصر عندك نوع من المخاوف في بداية العلاقة ولكن بالنسبة للعزاب يعني هاي الكارد دا يقول لك حاول انه تمشي ويالتيار خاصة اذا كان هذا شخص البعض منكم هذا شخص موجود فعلا داخل بحياتكم نهاية شهر 12 فهذا شخص اشوفه العلاقة بينكم والعلاقة راح تكون مستقرة العطاء بها راح يكون متبادل العلاقة راح تكون متكافئة راح يصير عندك نوع من الغفران ذاتي للامور اللي مرت بالسابق هواية يعني اكو بينكم تدفق سريع بالعاطفة والامور بينكم بسرعة بسرعة راح تتطور واشوف اكون جذاب كبير بينك وبين هذا الشخص من اول ما راح تشوفه او حتى من اول ما راح تحت شويات بلش العلاقة لان البعض منكم اشوف اكو علاقة راح بسرعة بسرعة تقوى بسرعة بسرعة يزيد بيها التعلق بينك وبين هذا الشخص كل التوفيق للعزاب والمرتبطين والمنفصلين من برج الجدي خلونا هسا ننتقل للتحديات اللي راح تواجه برج الجدي بهاي السنة التحديات اللي راح تواجهك بهاي السنة يا برج الجدي أشوفها أوضاعك المالية التحدي اللي راح يواجهك بهاي السنة هو المادة المصاريف ممكن بعض الأوقات من السنة لأنه طلعت أيضا بنقاط الضعف اللي عندك راح تمر بأزمات مالية التحدي اللي قدامك إنه تحافظ على استقرارك المادي تحافظ على العمل اللي موجود بين إيدك بالفترة الحالية الأموال اللي موجودة صرفياتك حاول إنه ما تصير كريم زيادة عن اللزوم ما تصير مبذر حاول إنه تجمع المال واتحصل نفسك مادياً مو بس تحصل نفسك من السحر حصل نفسك مادياً لأنه التحدي اللي قدامك هو أنه أنت تحافظ على استقرارك المادي تحافظ على ثباتك إذا تشنت من الناس اللي متزوجين بالقراءة اللي قلتهم هسا يعني الناس اللي بينهم طرف ثالث ومسبب المشاكل الناس اللي متزوجين وهسا هم بحالة زعل أو انفصال بس مو انفصال تام يعني فالتحدي اللي قدامك إنه أنت تحافظ على بيتك تحافظ على استقرارك تحافظ على عائلتك أو حتى تحافظ على العلاقة الجديدة اللي راح تدخل بها يا برج الجدي أما نقاط الضعف اللي عندك قلت لك راح تمر بأزمات مادية هواية راح تمر بأزمات حتى ممكن تكون عاطفية تغييرات لأنه السنة راح تكون متقلبة ما أشوف أكو ثبات بها راح تكون الأوضاع متقلبة عندك بهاي السنة فحاول أنه تحافظ على هدوئك تحافظ على الأشخاص الموجودين إذا كانت أوضاعك يعني نقاط الضعف اللي عندك هنا ممكن يتمر باحتياج عاطفي أو حتى احتياج مادية فحاول تتغلب عليه حاول تفكر بإيجابية ترك التفكير السلبي حاول تتخلص من هذا الموضوع أو تتخلص من التعب اللي موجود عندك عندك بسرعة بدون ما تبقى واقف بمكانك وتبقى مثل ما يقولون حاط الحزن بجرن وقاعد فلازم تتحرك لازم تفكر بإيجابية هواية والأزمات اللي تمر بيها راح تتعدي وراء يعني كل مشكلة وإلها حل ووراء كل مصيبة أكو فرج إن شاء الله أما نقاط القوة اللي عندك شوفها قلت لك أنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان نقاط القوة اللي عندك هي أنه أنت تحافظ على سرك تحافظ على وضعك المادي تحافظ على علاقاتك بصورة عامة إذا كانت أمورك كلها زينة حاول أنه تتكتم تكتم أمورك كلها طبعا أسرارك حافظ على أسرارك يا برج الجديد لأنه أكو شخص مقرب من عندك قاعد يفضح بالأسرار اللي أنت تنطهيه وأنت واثق به وأنت معارف أنه هذا الشخص أساسي أنه هو متلاعب فحافظ على أسرارك حاول أنه تكتم أرزاقك تكتم أسرارك تكتم كل شيء يخص حياتك لنفسك لا تحاول تشرك أحد به لأنه شوف طاقة حسد عالية عندك طاقة مكر من شخص قاعد يشتغل بالخفاء ممكن يسرق منك حتى فكرة يسرق منك أي شيء وأيضا طاقة حسد عالية وناس مراقبين كهوائي فنقاط القوة اللي عندك نوتة تكتم على حياتك وتكتم على أرزاقك واحذر من هذا الشخص المنافق اللي موجود بالعائلة وحصن نفسك بالأذكار من الأعمال والسلطة